كل إنسان من حقه يحب شغله بس مش لدرجة إنك تخبط ويتقلل في مهن تانية ده تقريباً كان رأي جمهور كبير معجبوش تصريحات أحمد زاهر اللي قلل من مهن تانية جنب مهنته كممثل زاهر الحماس كان واخده وودانه وقفت زي ما حصل في البرنس وقال إن التمثيل أصعب مهنة في التاريخ وما فيش طبيب أو مهندس بيشتغل عدد الساعات اللي بنشتغلها ناس كتير شافت إن زاهر كده مش عاجبه المهندس أو الدكتور اللي ما يعرفش إنهم بيشتغلوا عدد ساعات زيه ويمكن أكتر زاهر نفسه عمل أدوار مهندس ودكتور وكان بيطلع في المسلسلات مش بينام من كتر الشغل بس تقريباً بقاله كتير ما بيعملش مهندسين وده كترة ومن الناس اللي ما عجبهاش تصريح زاهر دكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق اللي التريق على الكلام بتاعه وهو كمان قرر يقلل من شغلانة زاهر بنفس الطريقة وقال له ربنا يقويك يا نجم على صعوبات المهنة بتروح اللوكيشن شايلين أروحكم على كفوف إيديكم زاهر كمان تكلم عن موضوع بناته اللي دخلوا الفن بسببه رغم إنها شغلانة صعبة حسب كلامه وقال إنه ما كانش عايز يدخل بناته الوسط مش عشان المهنة وحشة عشان المهنة صعبة خصوصاً مع الستات عشان المواعيد وإنهم ممكن يصوروا 36 ساعة في الشارع وفي عيز التلج وهم لبسين صيفي وفي الأول ما كانش عايز يعمل في بناته كده لولا تامر حسني اللي شاف البنات حاجة وقال له هاتهم يمثلوا معي زاهر في الأول ما كانش عايز خالص عشان لو طلعوا مش موقبين ما يفضحوش بس تامر قاله لأهاتهم وشوف هيحصل إيه وفعلاً البنات عملوا شغل كويس وهم عيال وفضلوا يمثلوا لحد دلوقتي وبعد ما بقوا شباب بس أسروا على زاهر اللي لسه بيعمل دور شاب وبناته بقوا طوله وكل ما بيشوفهم نازدين الشغل يصعب عليه تعبهم الغريب إن زاهر مش بس زعل الدكاترة والمهندسين كمان زعل منه مراته تقريباً عشان كل شوية يجيب سيرة إنه كان نفسه يخلف ولد وكل ما كانت مراته تبقى حامل كان يقول لنفسه يا رب ولد بس لما بتيجي البنت يحمد ربنا لحد ما جاب أربع بنات وفي الآخر رضي وقال كده كفاية ورضا زاهر مشكلته إنه مش بيحسب الكلمة بتاعته رايحة فين عشان كده الناس بتزعل من كلامه في البرامج زاهر مشكلته إنه مش بيحسب الكلمة بتاعته رايحة فين عشان كده الناس بتزعل من كلامه في البرامج اللي بيطلعه مش عاجبه غير شغلانته وبس ودايماً يجيب سير البناته والخلفة ويفضل يكرر الموضوع في كل برنامج يروح وقبل كده هاجم المشاهد الجريئة والإغراء وغيرهم وقال دي سيئة جارية ووقتها الناس طلعت له مشهده في عريس من جهة أمنية كان أسوأ دور شرف عمله في تاريخه لما قالع كل هدومه قدام الزعيم